لا لا الناعي ده مش موجود ماذا يصنعون في الذكرى في الذكرى يا ابن سبحان الله ماذا يصنعون المترجم مات الميت فاليحيا الحي وده ده كان صيحة الالمان بعد الحرب هذي حكمة مات الميت فاليحيا الحي الحي يعيش ويعمل لنفسه بدل انا بادور على ايه اللي يوصل شو كل يسأل هو ايه اللي يوصل للميت بعد يا ابن الحلال هو اضمن انا اعمل عشان انا احتمال بعد ما موت محدش هيوصل لشيء في المضمون ولا في المشكوك المضمون ايه اعمل ام والمشكوك ايه ان حد يوصل لشيء صح لا اللي ورايه مش اعمل ولهذا رصاصم قال فاطمة اعملي لا اغني عنك ابن الله يا شيء يا بني عبد مناف لا يأتين الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني باوزار الناس تحملوا اوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون على الصراط ادركنا يا محمد لا اقول لكم الا ما قال العبد الصالح ان تعذبهم فانهم عباده وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم يتبرى من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يا فلان انت لا تصلي ليه لا انا امي منسبة ايه يعني امي منسبة يمكن فرع ابو له امك منسبة طفين ياب ورينا النسب انا عايزين نسب في العمل عايزين نسب في العمل لما اقول ابو جاهل جاهز اقول لعانه الله لا جاهز لما اقول عكرمة ابن ابي جاهل عليه رحمة الله رضي الله عنه قال يطلع عليكم عكرمة مسلما قبل ان يأتي وصل عكرمة جاهوا وخالد ابن الوليد وعمر ابن عام الرسول قال ايه مكة بفلثات اكبادها دول القمة يطلع عليكم عكرمة لا تسبوا اباها فان هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت شوف حنان الرسول شوف قدوة هتاخد ايه لما تشتمه فانت يا عبدالله اللي بتدعي لانك منسب او ان ابوك كان الشيخ فلان ولا جدك الشيخ فلان اين انت انا مالي انا مالي سبحان الله الوليد ابن المغيرة ربنا قال زرني ومن خلقت وحيدا واجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ثم يطنع نزئ دعين ومن حدد له تمهيدا سبحان الله الى ما قال ربنا كان لآيتنا عنيدة سبحان الله قال له سألقه صعود وصعود جبل في جهنم يصعد به مئة سنة فاذا وصل الى حافته يوشك ان يصل الى الحافة ينهر بمرة اخرى هذا هو الصعود سوف نأتي لهذا كلام تفصيح هذا الوليد ابن المغيرة خالد له الوليد الاول الوليد ابن الوليد بسبق خالد نعم ده كان الصحابي رقم 6 في الاسلام سبحان الله والرسول يقول الوليد شوف اخي الصحابة قال يا وليد ليس مثل خالد يجهد الاسلام قال يأتي به الله يا رسول الله الوليد الوليد والصدق لكن شهرة خالد غطت على شهرة الوليد صحيح فالحرب الله اكبر وابوهم هكذا سأصليه سقر ولعظم الله لكن احنا كمسلمين يجب ان نكون خير ابناء لخير اباء له لان انا لما اصلي واصوم وأتقل له ما ده رايح ثواب لابويا في قبره وراح ثواب لامي في قبرها فليه نحرم لان الانسان له عمر ثاني عمر ثاني اه اللي هو وصول حسنات الابناء للاباء فعايزين نمدد عمر ابائنا صح ابويا مات لك من حسنات تصل امي مات لك من حسنات تصل اكون ولدا صالح بارك الله اشتركوا في القناة